الكتاب الذي بين يدي الجزء الأول من الكاف الشريف لشيخنا الكوليني رحمة الله عليه المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران وطبعات الكاف كثيرة جدا وهذه طبعة كسائر الطبعات الأخرى بحسب الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة الرابعة بعد المئة صفحة 104 باب إطلاق القول بأنه شيء بأن الله شيء إننا نصف الله بأنه شيء ولكن لا كالأشياء التي خلقها فالمخلوقات أشياء والله شيء لكنه شيء لا كالأشياء التي خلقها فهو خلو من خلقه وخلقه خلو منه صفحة 105 الحديث السادس من الباب الذي أشرت إلى عنوانه حديث طويل بسنده عن هشام ابن الحكم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يحدثنا هشام ابن الحكم عن محاورة فيما بين زنديق من الزنادقة وبين إمامنا الصادق الحديث طويل ولأجل اختصار المطالب سأذهب إلى جانب من الحديث الشريف ما تركت ذكره من هذا الحديث الطويل فإنه يجتمل على مضامين تتفرع على المضامين التي قرأتها عليكم في خطبة الأمير صلوات الله عليه في الحلقة الماضية قلت الحديث طويل محاورة بين إمامنا الصادق وبين زنديق من الزنادقة والمراد من الزنديق هو ما يصطلح عليه في زماننا الملحد في زماننا يقولون عنهم ملاحدة في زمن الإمام الصادق يقولون عنهم زنادقة فالزنادقة هم الملاحدة في عصرنا الحاضر في زماننا هذا فملحد بحسب الإصطلاح المعاصر في أيامنا هذه يحاور الإمامة الصادقة في موضوع التوحيد في موضوع الألوهية الكلام طويل الجانب الجانب سأتركه من الحديث طلبا للاختصار مضامينه هي المضامين التي مرت علينا في خطبة أمير المؤمنين في الحلقة الماضية بعض المضامين هي هي وبعض المضامين هي من تفاريع المضامين الكلية التي أشار إليها سيد الأوصياء في خطبته المتقدمة الذكر في الحلقة الماضية سأذهب إلى جانب من هذه المحاورة وهو الجانب الذي أجده مناسبا لإكمال حديثي في الحلقة الماضية في صفحة السادسة بعد المئة من المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل إنه الجزء الأول من الكاف الشريف قال له السائل هذا الملحد يقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه قال له السائل فقد حددته إذ أثبت وجوده فهذا الذي يحاور الإمام الصادق بعد الكلام المتقدم حيث أثبت الإمام الصادق وجود الله لهذا الذي يحاوره فماذا قال السائل بعد أن ساق إمامنا الصادق ما ساق من حديث ومن بيان أثبت من خلاله وجوده سبحانه وتعالى هكذا قال السائل لإمامنا الصادق فقد حددته إذ أثبت وجوده فكأنه يقول للإمام الصادق من أنك قد وقعت في تناقض ما هو هذا التناقض باعتبار أن الإمام الصادق قد بيّن لمحاوره من أن الله لا حدود له لا حد لوصفه وأثبت له وجوده فمن جهة الإمام الصادق بيّن في كلامه من أنه لا حدود لله لا حدود لصفاته لا نستطيع بمحدودية إدراكنا أن نضع حداً لجمال الله وجلاله وكماله وعظمته فمن هذه الجهة ليس هناك من حدود لله سبحانه وتعالى الإمام بيّن هذه الحقيقة وهذه الحقيقة مرت علينا في خطبة الأمير في الحلقة الماضية وأثبت في الوقت نفسه إمامنا الصادق لمحاوره هذا أثبت وجود الله فهنا يقول السائل لإمامنا الصادق فقد حددته إذ أثبت وجوده من جهة تنفي الحدود عن ومن جهة تثبت وجوده فإنك حين أثبت وجوده قد جعلت له حداً فقد حددته إذ أثبت وجوده قال أبو عبد الله قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لم أحده ولكني أثبته أثبته فكرة عميقة في أصل عقيدتنا التوحيدية الإمام لخص الموضوع بهذه الكلمة لم أحده ولكني أثبته ثم يفرع الإمام فيقول إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزله الإثبات إثبات وجوده والنفي وجوده فحينما ألغين النفي بحسب الحوار المتقدم بقي الإثبات فلا يوجد شيء ثالث بحسب المنطق السليم للتفكير فإما أن يكون موجوداً وإما أن يكون ليس موجوداً لم أحده إنني ما وضعت حداً لله بحسب الموازين الإدراكية البشرية التي نمتلكها ليس هناك من حد له لم أحده ولكني أثبته أثبتت وجوده وتلك هي الشيئية فشيء تعني موجود والشيئية تعني الوجود وتشيئت الأشياء يعني تحقق وجودها من هنا فإننا في ثقافة العترة الطاهرة نقول عن الله شيء ولكن ليس كالأشياء الأشياء خلقه وهو شيء خلو من سائر الأشياء كما أن الأشياء خلية منه سبحانه وتعالى قال له السائل يقول للصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه النقطة ضروري هذه هذه النقطة ضروري جداً أن تحفظوها هذه هذه النقطة الإيماضة أساسية جداً في معرفة قواعد عقيدتنا التوحيدية لهذا السبب اقتطعت هذا المقطع من هذا الحديث من هذه المحاورة قال له السائل فقد حددته حددته حددت الله إذ أثبت وجوده قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه لم أحده ولكني أثبته أثبته إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزله فإما أن يكون موجوداً وإما أن يكون ليس موجوداً فحينما نفينا احتمالاً عدم وجوده ثبت وجوده لم أحده ولكني أثبته إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزله قال له السائل الذي يحاور الإمامة الصادق صلوات الله عليه فله إنية ومائية أنا لا أريد أن أذهب بكم إلى مصطلحات الفلاسفة لكن هذا الكلام ما هو ببعيد عن مصطلحات الفلاسفة فإن الفلاسفة حين يتحدثون عن إنية الشيء يتحدثون عن شيئيته ويكون الكلام في ذاتياته في مكوناته الذاتية وحين يتحدثون عن المائية والتي تعرف بالماهية والماهية في الفلسفة ما وقع في جواب ما هو ولذا فإنهم في الفلسفة المشائية مثلا يقولون من أنه لا ماهية لله بينما إمامنا الصادق يقول من أن مائية لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الماهية في الإصطلاح الفلسفي ما وقع في جواب ما هو ما الذي يقع في جواب ما هو عند الفلاسفة وعند المناطقة ما يسمى بالحدود والرسوم يعني التعاريف الحدود والرسوم منها حدود تامة منها حدود ناقصة منها رسوم تامة منها رسوم ناقصة ما يسمى بالحدود والرسوم يعني التعاريف تلك التعاريف عند الفلاسفة وعند المناطقة لها شرائطها فهناك تعاريف بالذاتيات فقط هناك تعاريف بالذاتيات والعرضيات وهذا ما لا يمكن أن ينطبق على الله من هنا فإنهم يقولون لا ماهية لله ولا أريد أن أتعبكم بهذه التفاصيل هذه تفاصيل الفلسفة والمنطق لأهلها لا شأن لنا بها ما علاقتنا بكل هذا التفصيل تفصيل موكول في بابه أعود إلى ما جاء في كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قد يلتقي مع كلام الفلسفة وقد لا يلتقي لا شأن لي بكلام الفلسفة ولا بكلام العرفاء ولا بكلام مراجع حوزة الطوس لا شأن لي بكل أولئك لأن مراجع حوزة الطوس يعتمدون في معرفة التوحيد على علم الكلام الناصبي وهو علم ناصبي بامتياز بدرجة مئة بالمئة لا علاقة له بتوحيد محمد وآل محمد من هنا فإنني أضع هذه العلوم جانبا أضع علم الكلام علم المنطقي أضع الفلسفة ما تقوله المتصوفة ما يقوله عرفاء الشيعة أضع كل ذلك جانبا لا شأن لي به عرفاء الشيعة من أين جاءوا بتوحيدهم أخذوا توحيدهم من ابن عربي من الآخر وتوحيد ابن عربي جذوره هندوسية عقيدة الصوفية عقيدة هندوسية من أعمق العقائد التوحيدية الصوفية في العالم هي العقيدة الهندوسية فانتقلت إلى دياناتنا في الشرق وهي أساسا فلسفة صوفية شرقية قديمة الفلسفة الهندوسية ما يسمى بالتصوف الهندوسي أو العرفان الهندوسي عميق جدا عرفاء الشيعة بالضبط بالضبط كمراجع المدرسة الأصولية أخذوا مراجع المدرسة الأصولية إنهم مراجع النجا أخذوا دينهم من الشوافع والأشاعرة والمعتزلة أخذوا جزءا من هنا وجزءا من هناك ثم صبغوا ذلك بشيء من ثقافة أهل البيت والذي أخذوه من ثقافة أهل البيت هو الأقرب إلى ثقافة سقيفة بني ساعدة لأنهم ذهبوا إلى الأحاديث التي هي في مستوى التقية التي راعت ثقافة الأمة فيما يرتبط بمرحلة التنزيل وأساسا مراجع النجف حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل جاءونا بدين المسخ وكذلك عرفاء الشيعة جاءونا بعرفان المسخ جمعوا بين عرفان ابن عربي وأخذوا شيئا من عرفان اليونانيين مع أن عرفان ابن عربي يجتمل على عرفان اليونانيين ثم جاءوا بشيء من ثقافة العترة الطاهرة وصبغوا ذلك تمويها وثدليسا وإلا فهم يتذوقون أشعار جلال الدين الرومي وأشعار حافظ الشيرازي وسعدي وأمثال هؤلاء يتذوقونها أكثر مما يتذوقون أحاديث أهل البيت أتعلمون أن صاحب الميزان الطباطبائي كان يأخذ الاستخارة بديوان حافظ الشيرازي ديوان من الشعر باللغة الفارسية وأول بيت شعر فيه أخذ صدره من شعر عربي لشاعر عربي من هو يزيد ابن معاوية ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها قصيدة يزيد ابن معاوية المعروفة هذا أول بيت شعر في ديوان حافظ الذي يأخذ به صاحب الميزان الاستخارة والقضية بالمناسبة ليست خاصة بصاحب الميزان الطباطبائي مراجع ممن هم في الجو العرفاني في إيران يستعملون نفس هذه الطريقة الأمر ليس خاصا بالطباطباء صاحب الميزان هناك من المراجع ومن كبار العلماء في إيران ممن هم على الذوق العرفاني يأخذون الاستخارة بديوان حافظ الشرازي هل حكاية طويلة لا أريد أن أخوض فيها فلذلك سأعرض عما جاء به عرفاء الشيعاء عما جاء به متكلماء الشيعاء ممن تذوقوا التصوف ممن تذوقوا الفلسفة والتفلسف وكذلك ما جاء به مراجع النجاف من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيط من عقائد النواصب سأعرض عن هذا كله سأشرح لكم الأحاديث وفقا لما جاء في أحاديثهم الشريفة الأخرى قال له السائل فله إنية ومائية إنية حينما نتحدث عن شيء فنقول إنه كذا وكذا هذا المراد من الإنية هنا فحينما يسأل مثلا عن التمر فنقول إن التمر فاكهة تنتجها الشجرة الفلانية تنتجها النخلة وهي حلوة أوصافها خصائصها كذا هذه هي إنية التمر الإنية ما يأتي من بيان عن حقيقة شيء بعد أن نؤكد تلك الحقيقة بقولنا إنه فإن تكون للابتداء بالكلام لأجل تأكيد ما بعدها فسيكون ما بعدها مؤكدا قال له السائل فله لله إنية ومائية ما وقع في جواب ما هو هذا الشيء ما الذي تقصده فحينما أقول الله ما هو الله أو ما الذي تقصد حينما تقول الله ما يقع في جواب ما للاستفهام هذه هي المائية مثل ما نقول الأينية نسبة إلى أين ومر علينا هذا ونقول الكيفية نسبة إلى كيف والحيثية نسبة إلى حيث فكذلك المائية نسبة إلى ماء الاستفهامية والإنية نسبة إلى إن التي نبدأ الكلام بها لتوكيد وتحقيق ما بعدها ومرت ومرت علينا في الحلقات السابقة مر الحديث عن أينية وعن كيفية وعن حيثية قال له السائل فله إنية ومائية قال نعم ثم يبين الإمام لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية فإننا نملك إخبارات عنه نستطيع أن نخبر عن الله سبحانه وتعالى نصفه بما وصفه المعصوم فتلك هي إنيته ومائيته لا شأن لنا بما يقوله الفلاسفة والعرفاء من أن الله ليس له من ما هي هذا كلامهم بحسب ذوقهم بحسب مصطلحاتهم بحسب مشاربهم فليذهبوا بتوحيدهم وما يقولون إلى الجعين حتى لو كانوا على صواب لا شأن لنا بهم ديننا من هنا نأخذه من جعفر بن محمد قال له السائل فله إنية ومائية قال نعم لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية بإنية ومائية يعني أننا نستطيع أن نخبر عنه أن نتحدث عنه فالشيء فالشيء الذي لا إنية له ولا مائية له هو الشيء الذي لا نستطيع أن نخبر عنه وبالتالي لن يكون موجوداً لن يكون مثبتاً فالشيء الموجود والمثبت هو الذي نستطيع أن نشير إليه بأي نون من ألوان الإشارات نستطيع أن نخبر عنه بأي مستوى من مستويات الإخبارات كما نعتقد من أن وصفه هو الوصف الذي يأتينا من المعصوم وقطعاً هذا الوصف الذي يأتينا من المعصوم لا بمستوى معرفة المعصوم لله وإنما بمستوى معرفتنا نحن معرفة المعصوم لله لا تستطيع اللغة أن تحيط بها لكن المعصوم يحدثنا بحسب قدرة اللغة على التفهيم وبحسب قدرة عقولنا على التلقي من هنا كان الوصف لا بد أن يكون مأخوذاً منه وهذا هو مضمون بيعة الغدير فالقرآن لا يؤخذ تفسيره إلا منهم وهذا هو مضمون بيعة الغدير الويل الويل للذين نقضوا بيعة الغدير ولذلك جاءونا بهذا التوحيد الخرط إنه توحيد مراجع النجر توحيد خرط لا علاقة له بتوحيد محمد وآل محمد قال له السائل فله فلله إنية ومائية قال نعم لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية قال له السائل فله كيفية فإذا كان لله من إنية ومن مائية فله كيفية والكيفية هو أيضاً ما يقع من إخبار لكيف كيف هو كيف هو بحسب مداركنا البشرية لا كيفية له لكن أهل البيت يثبتون كيفية لله لا كالكيفية التي تقع في جواب السؤال بكيف بحدود مداركنا العقلية البشرية قال له السائل فله كيفية ماذا قال الصادق قال لا لماذا يا ابن رسول الله لأن الكيفية جهة الصفة والإحاط فحينما تكون العقول مشخصة لصفة لصفة في جهة معينة ولصورة في أذهاننا محيطة بحدوده فلقد حددنا الله ونحن لا نستطيع أن نحده نحن نثبته نتحدث عن إنيته ومائيته بحسب ما يصف لنا المعصوم أنا لا أعرف الله لو كنت قادرا على معرفة الله إذن لماذا بعث الله إلي الرسل لو كان الناس قادرين أن يعرف الله لماذا بعث الله إليهم الرسل ولماذا كل هذه التصاريف التي جرت على الرسل قبل بعثتهم وفي بعثتهم وما جرى بعد بعثتهم والذي جرى ما جرى في تأريخ البشرية الطويل إذا كان البشر قادرين أن يتواصلوا مع الله بشكل مباشر لماذا بعث إليهم بالرسل ولماذا جاء الرسل ولماذا جاء الرسل كي يثيروا دفائن العقول إثارة دفائن العقول هذا يعني أن الإنسان يمتلك جذورا جذورا يستطيع على أساسها إذا ما علم وأرشد ونزلت الكتب وجاءت الملائكة بالوعي وأقام الأنبياء المعاجز وشرع الدين والتزم الناس بأحكام الدين وتمسك بالعبادات والطقوس وجرت الأمور كما خطط لها فبإمكان الناس أن يعرفوا الله وإلا لو كان الإنسان من دون كل ذلك قادرا على أن يعرف الله فبحثة الرسل ستكون لغوا ستكون خلافا للحكمة إنها مجرد تعقيد لحياة البشر وناس يأتون يقولون إننا نتحدث عن الله والناس ما كانت قد رأت ربها بأعينها وناس يأتون فيدعون ما يدعون وإن كانوا بعد ذلك يثبتون إدعاءاتهم بالحقائق الواضحة لكن ليس في كل وقت حتى هذه الإثباتات المعجزات لا تصدر عن الأنبياء في كل وقت وحتى مع صدور المعجزات والآيات البينات فأكثر البشر لا يؤمنوا فلو كان البشر بإمكانهم أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى المعرفة الصحيحة لما بعث الله الرسل و الأنبياء و لما نصب الأئمة و الأوصياء و لما بعث الكتب و لما و لما و لما أعود إلى كلام إمامنا الصادقي في المحاورة التي فيما بينه و بين هذا الذي يحاوره من الملاحدة و الزنادق قال له السائل فله كيفية قال لا لأن الكيفية جهة الصفة و الإحاطة و لكن لابد من الخروج من جهة التعطيل و التشبيه ما المراد من التعطيل و ما المراد من التشبيه التعطيل هو ما يعتقده المعطلون هناك من الذين تحدثوا عن الله و تحدثوا في الله و اعتقدوا بالتعطيل فهم المعطلة هم المعطلون هذا مصطلح من مراد من التعطيل الذين أثبتوا وجود الله و نفوا عنه كل صفة لم يصفوه بوصف ما أثبتوا له صفة من الصفات مطلقا هؤلاء هم المعطلة نحن حين ننفي الصفة عنه ننفي الصفة بحدود مداركنا العقلية أما حينما يصفه المعصوم العارف بالله و نحن متأكدون من معرفته بالله و متأكدون من علمه و حكمته و عصمته و صدقه فإننا سنسلم لما يقول هذا هو توحيد محمد و آل محمد هناك من الفرق من المجموعات ليس في المسلمين فقط حتى في سائر الاتجاهات الفلسفية و الصفية الأخرى من مختلف الديانات في العالم هناك من يثبتون وجود الله و لكنهم يعطلون كل أوصافه فلا يصفونه بوصف يعتقدون بوجوده فقط و من أنه لا يتصف بصفة مطلقا هؤلاء هم المعطلة أما المشبهة من أبرز مصاديقهم أتباع سقيفة بني ساعدة أما المشبهة من أبرز مصاديقهم فهم أتباع سقيفة بني ساعدة في الأزمنة القديمة يمكنني أن أقول من أنهم أجمع كانوا من المشبهة و لكن في زماننا هذا اختلف أمرهم و تغيرت عقائدهم عبر الزمن المشبهة هم الذين يصفون الله بأوصاف هي كأوصاف المخلوقين فالإمام الصادق يقول من أن الله ليس له من كيفية لماذا؟ لأن الكيفية جهة الصفة و الإحاطة و لكن لا بد من الخروج من جهة التعطيل و التشبيه فنحن حينما ننفي الكيفية لا ننفي الكيفية مطلقا و إنما ننفي الكيفية التي يذهب إليها المشبهون لأننا إذا نفينا الكيفية مطلقا فقد أصبحنا من المعطلين و توحيد محمد و آل محمد توحيد بعيد عن التعطيل و عن التشبيه قد يقول المخالفون لآل محمد من أن توحيدهم هكذا و لكنهم على أي معصوم يعتمدون يأخذون دينهم من أحاديث الصحابة الذين لا ندري من أين جاءوا بها حديث المخالفين الذي ينسب زورا إلى رسول الله لا شأن لنا به هم أعرار فيما يعتقدون لكنهم يقولون من أن توحيدهم بعيد عن حدي التعطيل و التشبيه التوحيد البعيد عن حدي التعطيل و التشبيه هو التوحيد المأخوذ فقط فقفط فقط عن المعصوم هذا هو التوحيد الذي يكون بعيدا عن حدي التعطيل والتشبيه فإننا نصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه دعاء الجوشن الكبير مثلا يتألف من مئة مقطع مرقم في كتب الأدعية المقطع الأول الثاني الثالث إلى مئة مقطع في كل مقطع من هذه المقاطع يشتمل على عشرة أسماء من أسمائه سبحانه وتعالى على عشرة أوصاف من أوصافه دعاء الجوشن يشتمل على ألف وصف من أوصافه جاءنا عن المعصومين نحن نصف الله بكل الأوصاف التي وردت في دعاء الجوشن الكبير وهكذا في سائر الأدعية الأخرى وهي كثيرة وكثيرة جدا فأسماء الله ليس محصورة فقط في دعاء الجوشن الكبير وأوصافه نحن عندنا طائفة كبيرة من أدعية الأسماء والأوصاف هناك الكثير من الأسماء والصفات لم تذكر في دعاء الجوشن الكبير وإنما ذكرت في سائر الأدعية الأخرى هذا باب وسيع باب الحديث عن الأسماء والصفات التي وردت في أدعيتهم ومناجياتهم صلوات الله عليهم باب وسيع جدا لا أريد أن أفتحه ولكن لا بد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه لأن من نفاه فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله من نفاه من نفى الوصف مطلقا كما يفعل المعطلة من نفاه من نفى الكيف مطلقا الذين يثبتون وجوده ولا يثبتون أوصافه لأن من نفاه فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله فهذا الذي يقول من أنه موجود ولكن لا صفة له هذا قد نفاه كيف يكون موجودا ولا صفة له ولا إنية له ولا مائية له ولا كيفية له إنما يكون النفي لصفات هي من نتاجنا وهذا الموضوع ذكرته لكم في الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد عودوا إليه الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد عنوانه التأسيس الأسس وأول تلك الأسس محدودية إدراكنا محدودية الإنسان ومن هنا لا نستطيع أن نعتمد عليها وأن نعتمد على نتائجها في الحديث عن الله وفي وصفه سبحانه وتعالى لابد أن نذهب إلى الجهة التي هي على معرفة بالله إنه المعصوم فقط وفقط وفقط لا شأن لكم بالعرفاء وصفية ذول خليهم يخرطون على راحتهم لا شأن لكم بمراجع علماء النجف الذين أخذوا عقائدهم من علم الكلام من المتكلمين ذولهم خلوهم يخرطون على راحتهم توحيد خرط ابخرط التوحيد لا يؤخذ إلا منها هنا من محمد وآل محمد لا يؤخذ من أشعار جلال الدين الرومي لا يؤخذ من هراء المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة مراجع الشيعة يميلون إلى عقائد المعتزلة أكثر مراجع الشيعة في النجف يميلون إلى عقائد المعتزلة أكثر من ميلهم إلى عقائد الأشاعرة وإن أخذوا من الأشاعرة المعتزلة من أين جاءوا بعقائدهم المعتزلة في بداياتهم عقائدهم كانت من عقائد الصحابة إنها عقائد السلف الصالح كما يقول المخالفون عنهم أوائل المعتزلة عقائدهم كانت مؤلفة مما جاء عن الصحابة ومما أنتجوههم من بنات أفكارهم ولكن لما وصلت كتب الفلسفة اليونانية إلى العراق ومقر المعتزلة العراق عاصمة المعتزلة العراق لما وصلت كتب الفلسفة اليونانية وكتب الحضارة اليونانية والرومانية أعجب المعتزلة بفكري أرسطة فأخذوا توحيد أرسطة أرسطة تحدث عن التوحيد في كتبه ولا أريد أن أقيم توحيد أرسطة أكان مصيبا أكان مخطئا إنما أردت أن أقول من أن المعتزلة أخذوا مما جاء على ألسنة السلف من الصحابة وأضافوا إليه ما أخذوه من فلاسفة اليونان ومن هنا فإن منهج حوزة النجف مركب من ثقافة اليونان ومنطق أرسطة ومن فلسفة مشائية يمازجها شيء من الفلسفة الإشراقية التي تعود في جذورها إلى الفلسفة الهندوسية وفي جانب منها إلى فلسفة إفلاطون اليوناني الإغريقي هذا موضوع في الحقيقة متشعب والوقت يجري بشكل سريع هذه المطالب أنا تحدثت عنها بشكل مفصل عبر برامجي من أين غزينا ومن أين جاءنا الضلال الضلال جاءنا من مراجعنا من حوزة النجف حين نقضت بيعة الغدير وأعرضت عن ثقافة العترة الطاهرة من هنا جاء الضلال ومن هنا غزينا في عقر دارنا لقد غزانا قومنا ما غزانا أعداؤنا بتعابيرنا الشعبية العراقية حرامين حرام بيت أو طايا حظة سافل حرامين حرام بيت صقاط طايا حظة وما صر لتشارة حتى إذا تدلي على الطريق ما يجي للطريق طايا حظة هذا هو الواقع الذي نعيش فيه منذ أن أسس الطوسي بذاك اليوم المصخ بذاك اليوم الأسود أسس حوزة الضلال في النجف إنها الحوزة الناقضة لبيعة الخدير قارنوا بينما أعرضه لكم من عقائد محمد وآل محمد وبينما يدرسونه في حوزة النجف ما عندي من وقت وإلا لجئتكم بكتبهم ما أنا هذه الكتب أحفظها ولقد درستها ودرستها كثيرا أعرفها سطرا سطرا ولكن لا بد من الخروج الإمام الصادق يقول من جهة التعطيل والتشبيه لأن من نفاه من نفى الوصف كالمعطلة فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله جزافا يقول من أنه يثبت وجوده وينفي الصفة عنه مطلقا ومن شبهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية فهذا الذي شبهه أثبته ولكن وصفه بهذه الأوصاف وذاك الذي أثبته ونفى عنه الأوصاف فقد أنكره جزافا يقول من أنه يعتقد بوجوده كيف يعتقد بوجوده وليس له من وصفا لأن من نفاه فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله ومن شبهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية ولكن لا بد من إثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره فالإمام أثبت إنية ومائية وكيفية أيضا ولكن بهذا الفهم بهذا التصور بهذا الاعتقاد فالله له إنية له مائية له كيفية بحسب ثقافة العترة الطاهرة لا لا تخلط بين هذه المصطلحات وبين مصطلحات الفلاسفة المتكلمين المناطق العرفاء الصوفية فليذهبوا بكل ما عندهم إلى الجحيم أصابوا أم أخطأوا ولكن لا بد من إثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره من الذي يخبرنا عنها عن شؤونها قطعا بحدود اللغة القاصرة وبحدود مداركنا المحدود الضيقة الذي يخبرنا عنها فقط 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 محمد وآل محمد وانتهينا فلا تذهبوا يمينا أو شمالا بعيدا عن محمد وآل محمد كي تعرفوا التوحيد التوحيد لا يؤخذ إلا منهم وبحسب موازينهم وبحسب قياساتهم وبحسب ما يقولون من أراد منكم أن يستكمل الإيمان كل الإيمان هذا كلام أصادق جعفر صلى الله عليه من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقول القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسر وما أعلن صلوات الله عليه قال السائل فيعاني الأشياء بنفسه يعاني الأشياء بنفسه المراد من المعاناة هو نحو التواصل هل هناك من تواصل فيما بينه سبحانه وتعالى وبين الأشياء فيعاني الأشياء بنفسه قال أبو عبد الله إمامنا الصادق هو أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة لأن ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة وهو متعال نافذ الإرادة والمشيئة فعال لما يشاء نفاذ إرادته ومشيئته هي في تجلي الحقيقة المحمدية بكل ما أراده سبحانه وتعالى وكل ما أراده أن تجلت كل أوصافه كل أسمائه في الحقيقة المحمدية التي هي مجمع أسمائه وصفاته في أصل جوهرها والحقيقة المحمدية لها وجهان وجه ظاهر منه ظهر الخلق ووجه باطن ذلك هو الوجه المخزون المكنون الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره استقر في ظل الخالق الذي خلق الحقيقة المحمدية إنه الوصف الذي يرد في الأدعية الشريفة عن الإسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره هذا هو الوجه المكنون المصون المخزون الذي لا نجد عبارة تشير إليه من الحقيقة المحمدية أما الوجه الظاهر إلى الخلق ومنه تجلت الأسماء الحسنى فذلك الوجه الذي أشرقت كل الأسماء الحسنى منه التي هي منابع تحقق الأشياء في هذا الوجود قال السائل يسأل الإمام الصادق فيعاني الأشياء بنفسه قال أبو عبد الله إمامنا الصادق هو أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة لأن ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة هذا شأن الحقيقة المحمدية شأن الحقيقة المحمدية أنها تصدر الفيضة بأسباب في سلسلة من الأسباب هناك أسباب لها سبب وهناك أسباب ليس لها سبب بينما خانق الحقيقة المحمدية خلقها بنفسها خلقها بنفسها ليس كخلق الحقيقة المحمدية للأشياء فإنها تخلق بالأسباب وأسباب لها سبب وأسباب ليس لها سبب لكن بالنتيجة هي أسباب من خلقها من فيضها بينما الحقيقة المحمدية خلقها بنفسها هي إرادته ما إن أراد تحققت فحينما تحققت كانت تحقق بنفسها لكن حينما تحققت الأشياء التي تصدر عنها تحققت بالأسباب وجرى القانون في تطبيقاتها في تطبيقات ما اشتق من الحقيقة المحمدية أبو الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها بأسبابها التي لها سبب وبأسبابها التي ليس لها سبب سلسلة الأسباب الطويلة في عالم التكوين تلك هي المعاناة قطعا أنا أعاني الأشياء الحيوانات تعاني الأشياء وهكذا وكل الناس يعانون الأشياء الملائكة يعانون الأشياء المخلوقات طرا كل مخلوق بحسبه لكن الحديث بالدرجة الأولى عن المخلوق الأعظم عن المخلوق الأول فالمخلوق الأول معاناته للأشياء من خلال الأسباب التي تتحقق النتائج من خلالها في طول سلاسل الفيط قال السائل فيعاني الأشياء بنفسه قال أبو عبد الله إمامنا الصادق هو أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة لأن ذلك صفة المخلوق في الحقيقة المحمدية وغيرها ولكن كل مخلوق بحسبه لأن ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة وهو متعال نافذ الإرادة والمشيئة ما إن أراد أن تتحقق الحقيقة المحمدية تحققت بنفسها تحققت المشيئة بنفسها وهو متعال نافذ الإرادة والمشيئة فعال لما يشاء سبحانه من هو هكذا لا هكذا غيره نذهب إلى فاصل تحققل